بقى ما ندخل في الأخبار خلينا برضو نستعرض مع حضراتكم مجموعة مصر في هذه التصفيات مصر بتلعب في المجموعة الأولى اللي بتضم معها منتخبات إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وجيبوتي وبوركينا فسو طبعا مجموعة من ست منتخبات منتظر إن شاء الله إن منتخبنا يكون هو المرشح الأول والأقوى عن هذه المجموعة للتأهل إلى المونديال تعالوا كمان نستعرض مشوار مصر على صعيد التصفيات اللي ها استمر زي ما قلت لحضراتكم على مدار عامين البداية النهاردة بالتأكيد أمام منتخب جيبوتي على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء بعد كده على طول المباراة الثانية هتكون عندنا أمام سيراليون خارج الأرض وتحديدا في ليبيريا يوم الحد الجاية 19 نوفمبر 2023 كده خلصنا أول جولة وتاني جولة بعد كده في معسكر يونيو 2024 هيكون عندنا أيضا مباراتين مباراة أمام بوركينا فاسو داخل الأرض في الفترة ما بين 3 إلى 11 يونيو وفي نفس الفترة أيضا حنواجه غينيا بيساو خارج الأرض بعد كده عندنا الجولة الخمسة والسادسة هتكون في معسكر مارس 2025 هيكون عندنا مباراة أمام إثيوبيا خارج الأرض في الفترة ما بين 17 حتى 25 مارس ثم نعود لمواجهة سيراليون داخل الأرض في نفس الفترة هيتبقى عندنا الجولة السبعة والتمنى هتكون مع إثيوبيا داخل الأرض في الفترة من 1 إلى 9 سمتبر 2025 ثم الصفر خارج الأرض إلى مواجهة بوركينا فاسو في نفس الفترة ثم تبقى آخر جولتين هنواجه فيهم جيبوتي خارج الأرض في الفترة ما بين 6 إلى 14 أكتوبر وفي نفس الفترة أيضا نعود لآخر المواجهات أمام غينيا بيساو داخل الأرض إن شاء الله تكون مواجهة الاحتفال مع الجماهير المصرية بالتأهل أو حجز تذكرة العبور إلى مونديال كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ده على سعيد المجموعات وعلى سعيد المباريات خلينا نتكلم بشكل عام عن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2026 واللي طبعا المرة دي قناة أون تايم سبورس والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدة أيضا الرياضة كليها دور كبير جدا في أنها توفر كل الملخصات كل الهايلايتس بتاعت كل المنشاط بتتكلم في 273 مباراة أو 274 مباراة كلهم إن شاء الله أي هدف أي فرصة حتتفرج عليهم على شاشة أون تايم سبورس فخلينا نستعرض مع حضراتكم هذا النظام المعقد شوية أو الأكبر شوية مع طبعا زيادة رقعة المنتخبات الإفريقية في المونديال تم تقسيم المنتخبات لتسع مجموعات حيتأهل المتصدر مباشرة إلى كاس العالم عن كل مجموعة فبالتالي دول التسع مقاعد المحجوزة للقارة الإفريقية حيتبقى عندك المقاعد الخاص بالملحق حيتم اختيار أفضل أربع منتخبات في المركز التاني يعني أفضل أربع تواني عن المجموعات التسعة دول هيلعبوا مع بعض تصفيات أو نوك أوت نصف نهائي ونهائي من مباراة واحدة الفايز من الأربع منتخبات دول هو اللي هيتأهل أو هيلعب فيه الملحق العالمي مع منتخبات من قارات أخرى طيب ده النظام بنسبة للملحق كل سنة أو كل نسخة لو تتذكروا مع حضراتكم كان الملحق دايما بيكون ما بين قارة وقارة مباراة أو مباراتين بكتير وبيع صعب منتخب المراضي الملحق كمان شكله مختلف لأن الملحق هيكون ما بين المنتخبات الستة المتأهلة في تصفيات الملحق بمعنى هيكون معانا ست منتخبات منتخب من قارة أفريقيا منتخب من قارة أسيا منتخب من قارة أمريكا الجنوبية منتخب كمان من الأوكيانوسيا ومنتخبين من أمريكا الشمالية لأن هي الاتحاد المنظم للمونديال وطبعاً حيتم استثناء أوروبا من الملحق لأن كده كده أوروبا معها 16 مقعد مباشر إلى المونديال الست منتخبات دول هلعبوا مع بعض إزاي؟ مبدئياً هلعبوا في فترة يعني واحدة أو في معسكر واحد أو في فديت واحد هتكون في الدول الثلاثة اللي هتنظم المونديال اللي هي أمريكا وكندا والمكسيك عارفين حضراتكم نظام كاس العالم الأندية هيكون حاجة شبه كده الست منتخبات دول هيشوفوا المنتخبين الأعلى تصنيفاً في المنتخبات الست وفكاً طبعاً لآخر تصنيف هيكون معتمد من الفيفا ودول هيتم استثناءهم من الدور التمهيدي زي كده مثلاً مانشستر سيتي وفلومنينزي البرازيلي في كاس العالم أندام بيلعبوا عطال من السيميفاين فده نفس الكلام أعلى منتخبين في التصنيف دول هيتم استثناءهم الأربعة تتنين هيلعبوا مع بعض الدور التمهيدي اتنين قصاد اتنين مرشو طبعا واحد هنا وهنا ما فيس ذهاب وياب لانه كلهم هيلعبوا و هيتلعبوا في امريكا وكندا والمكسيك اللي هيصعب من هنا واللي هيصعب من هنا هيواجه المنتخبين الاعلى تصنيفا والفايز من هذه المباراة والفايز من هذه المباراة هم دول المقعدين اللي هيكتمل بهم عقد المنتخبات الـ 48 فالمراض النظام هيكون مختلف و هيكون برضو مدي يعني مساحة اكبر لتكافئ الفرص ما بين كل القراط ما فيش حاجة بقى اسمها نص زي ما كنا بنقول 9 ونص او الكلام ده لأ انت الـ 6 قراط بيتنفسوا على مقعدين في الملحق القري ايان كان بقى مين اللي هيصعب منهم لحتى المنتخبين اللي هم من امريكا الشمالية هم اللي تأهلوا ووصلوا فهم في النهاية هيكملوا عقد المنتخبات الـ 48 نظام معقد شوية طبيعي جدا لعى مع زيادة عدد المنتخبات اللي هيكون في الموديل هذه المرة لكن يعني الحزبة دي كلها اعتقد ان احنا مش عايزين نوصل لها مش عايزين نفكر فيها احنا عندنا ان شاء الله يعني عشر جوالات مع خمس منتخبات اعتقد ان الفارق الفنية كبيرة جدا ما بين مصر وبين كل الاسماء اللي موجودة في المجموعة مع كامل الاحترام لكن يبقى الاحترام يبقى ان انت تحترمه نفسك ايا كان اسمه ايا كان تصنيفه علشان تخلص بدري بدري علشان ما تدخلش في حزبة بيرمة اليامة يامة ما يعني منصف اتناش كل مرة بنقعد نقول طب اصل طب لو نكسب خمسة طب لو نكسب اربعة طب لو منتخب مش عارف سين يكسب لنا صاد واحنا نكسب كام كل ده في الاخر ما بيجيش انت لما بتخلص بايدك انت وباقدام لعبيك وبرقوس لعبيك زي ما حصل في تصفيات 2018 وزي ما حصل في تصفيات 90 امام الجزائر وهنا امام الكونغو الديمقراطية في 2018 انت ساعتها بتكون صاحب الحق وصاحب الكلمة العليا والكورة بتبقى في ملعبك حلم التأهل لكاس العالم هيبدأ من مباراة منتخابنا النهاردة امام جيبوتي وهي دي بالفعل هتكون ضربة البداية